هذه الورشة التدريبية ترمي الى عيدات مندوبية الصحة وبعد قيادات جمعيات المجتمع المدني لتأهيلهم حول أسس ومقومات مكافهة كوفيد 19 لأجل القيام بتوعية وتوجيه المواطنين في ضواهي انجمينة وولايتي لغون الغربي وشرقي ولد افتتاح الورشة قدم المدير الوطني للمنظمة الدولية غير الحكومية لتنمية الخدمات الانسانية عبد الحكيم طاهر الشكرة للشركاء وخاصة المنظمة البريطانية التي قدمت الدعم السخي لأجل مكافهة هذا الوباء وطلب من المندبيات الصحية بالعمل الجاد ونشر الوعي في أوساط المواطنين وذلك للهد من خطورته ثم قدمت ممثلة المنظمة البريطانية إلي موداي كلمة أوضحت خلالها أن المنظمة تعمل جاهدة مع المنظمات المماثلة في سبيل مكافهة وباك كورونا فيروس في ضواهي انجمينة واللغونين وذلك لأجل الحد والتقليل من خطورة كوفيد 19 وأثنت على مجهودات المنظمات والحيئات التي تعمل في الكفاه ضد فيروس كورونا هذا وقد جاءت كلمة المدير العامى النائب لوزارة الصحة العامة محمد حامد أحمد الذي أشار إلى ضرورة تضافر الجهود والسعي إلى حماية المواطنين من هذا الوباء ذلك أن مخرجات هذه الورشة تنصب لصالح من يقومون بحماية المواطنين عبر نشر الوعي من خلال الحملات التوعوية في أوساط المواطنين وأكد المدير العامى النائب لوزارة الصحة العامة دعم الوزارة ووقوفها إلى جانب المنظمات لمكافحة كوفيد 19 على مستوى البلاد اشتركوا في القناة